وإلى البرصة المصرية حيث أغلقت الجلسة على ترجع عن جماعي المؤشرات بضغط مبيعات عربية وأجنبية وترجع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات و 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 662 مليار و 758 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجي إكثيرت اليوم عند مستوى 10.097 نقطة ليغلق عند مستوى 10.014 نقطة متراجعا بنسبة 82 من المائة في المائة أما عن مؤشر الشركات المتوسطة الصغيرة إيجي إكسفينتي فقد فتح اليوم عند 1860 نقطة ليغلق عند مستوى 1837 نقطة منخفضا بنسبة 21.28% أما عن مؤشر الشركات الأوسع نطاق إيجي إكس هندرت فقد فتح اليوم عند 2763 نقطة ليغلق عند مستوى 2725 نقطة متراجعا بنسبة 31.39% وإلى أسواق العملات حيث تباعت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 18 جنيه و66 قرشا أما عن سعر البيع 18 جنيه و74 قرشا نصل اليورو 19 جنيه 52 قرشا بالنسبة لسعر الشراء أما عن سعر البيع 19 جنيه و61 قرشا الجنيه الاستليني وسط سعر الشراء اليوم 22 جنيه 73 قرشا وسعر البيع 22 جنيه 83 قرشا نبدأ بالدرهم الإماراتي بالنسبة للعملات العربية فقد سجل اليوم 5 جنيه و80 قرش بالنسبة لسعر الشراء وسعر البيع 5 جنيه و10 قرش وأخيرا الريال السعودية 4 جنيه 97 قرشا وسعر البيع 4 جنيه 99 قرشا شكرا